بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في شرح الوحدة الأولى قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة ونتناول الدرس السادس قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة أربعة نتكلم هنا عن أهم المشكلات الأساسية في القياس والتشخيص في التربية الخاصة وهي مذكورة أمامنا ومن هذه المشكلات استخدام مقاييس تفتقر إلى دلالات صدق وثبات مقبولة طبعا هذه إحدى المشكلات الأساسية في القياس والتقييم في التربية الخاصة تبدو أمامنا أن بعض مقاييس تفتق الإدارات صدق وثبات مقبولة أو عدم توافر صور متكافئة من اختبارات المستعملة وعدم توافر اختبارات فرعية ضمن اختبار الكلي لتقييم أبعاد خاصة عند المفحوصين وهكذا اثنين استخدام طرق غير مألوف في تطبيق المقاييس كما تتمثل المشكلة الثانية هذه في أن الإجراءات التي تضمنها اختبارات الشخصية المقننة غير مألوفة بالنسبة لذوي الإعاقة فالأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية قد لا يستطيعون التعامل مع اختبارات تطلب مهارات يدوية أو تحتوي على صور يراد تفسيرها لغير ذلك من اختبارات تطلب من الشخص أن يكون لديه خبرة بصرية حول ما تطرحوا هذه الاختبارات من تساؤلات بعد ذلك عدم توافر الظروف الفيزيائية المناسبة لإجراء المقاييس خاصة عند تطبيق الاختبارات الفردية ويقصد بذلك صعوب التوافر مكان مناسب جلسة مناسبة ظروف مناسبة من حيث الإنارة والتهوية ودرجة الحرارة والهدوء إلى آخره مما قد يؤثر سلبا على أداء المفحوص على الاختبار ومن هنا تتأكد أهمية توافر الظروف المناسبة لإجراء الاختبار لأنها تهيئ المفحوص للتعبير عن أدائه الحقيقي أيضا استخدام أساليب غير موضوعية عند التصحيح طبعا العديد من الاختبارات للتقيس سمات الشخصية تعتمد في تصحيحها على أساليب غير موضوعية يعني ذاتية كبعض الاختبارات أو المقيسة الإسقاطية مثل اختبار بقع الحبر للرشاخ مثلا اختبار تفهم الموضوع للراشدين مثلا في مثل هذه الحالات التي يكون فيها التقييم ذاتيا يتضح لنا أن هناك تحيز لدى الفاحص والذي يعبر عن ذاته في اعتقاد الفاحص المسبق أن السلوك ذوي الإعاقة لا يمكن أن يكون طبيعيا أيضا مشكلات تتعلق بمحتوى المقيس بعد تصحيح الاختبارات المقننة فأن الطفل أيا كان الطبيعة يعاقته يحصل على درجة محددة وهذه الدرجة يجب تفسيرها في ضوء التوزيع المعياري وهذا التوزيع إما أن يكون مناسبا أو غير متوافرا لحكم على أداء الطفل ذوي الإعاقة بموضوعية أيضا لدي مشكلات تتعلق بلغة الاختبار الآن بعض الاكتبارات الشخصية المعروفة تعتمد اعتمادا كبيرا على المهارات اللغوية فإن ذلك قد يشكل تهديدا لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على سبيل المثال كأفراد يمثلون إحدى فئات الإعاقة حيث أنهم يفتقرون المهارات اللفظية في حين أن الفاحص يتمتع بهذه المهارة فمعظم اختبارات الشخصية تتطلب أن يكون مستوى التحصيل اللغوي لدى المفحوص في مستوى الصف الثالث مثلا متوسط تقريبا وهذا ما يفشل معظم ذوي الإعاقة في تحقيقه أيضا لدي مشكلة عدم توافر الكفايات المهنية للفاحص ذلك من حيث تأهيله، تدريبه، خبراته، مهاراته في تطبيق الإختبارات هذا ينعكس تأثيره سلبا على تقدير أداء الحقيقي للمفحوص أخيرا لدي إساءة استخدام المقاييس طبعا نقصد هنا استخدام هذه المقاييس وغيرها مدوات القياس بطرق مغايرة للإجراءات والتعليمات المحددة في أدلتها ولغير الأغراض التي صمت من أجلها أو استخدامها من قبل أشخاص غير مؤهلين ننتقل للحديث عن أخلاقيات القياس والتشخيص لدي بعض الأخلاقيات الآن مذكورة أمامي أولها المبادئ الأخلاقية المتعلقة بإعداد وتوزيع ونشر المقاييس طبعا هنا في عدد من الأمور ممكن نتكلم عنها أنه إعداد وتأليف المقاييس واستخدامها يجب أن يختصر على الأخصائي وليس على أشخاص آخرين يجب أن يختصر على حاصيله عن درجة عليا مثلا أقل شيء ماجستير أو من يكون لديهم خبرة مثلا عشر سنوات على الأقل أن لا ينشر الأخصائي المؤهل مقياسا بغرض استخدام الآخرين له إلا أن يكون مصحوب بكراسة يوجد فيها تعليمات لكيفية تطبيق هذا المقياس حتى نضمن دقة وصحة في تطبيق هذا المقياس أيضا المبادئ الأخلاقية لاستخدام المقياس من قبل الأخصائي مثلا لا يجوز أن يطبق الاختبار والمقاييس أو يصححها من قبل غير متخصصين في القياس أو شخص حصل على تدريب كافي على هذه المقاييس أيضا المبادئ الأخلاقية المتعلقة بذوي الإعاقة هنا يجب الحصول على موافقة الشخص نفسه أولي أمره إذا كان هذا الشخص ذوي الإعاقة لا يجد لديه أهلية للموافقة على تطبيق المقياس عليه بغير إجبار طبعا لو انتقلنا الآن لنتكلم عن الأمور الواجب مراعاة عند تشخيص ذوي الإعاقة أول شيء تقييم ذوي الإعاقة بشكل فردي ثم اختيار مقاييس غير متحيزة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب إعاقتهم طبعا كذلك يجب على الفاحص نفسه أن يتجنب التحييز ضد ذوي الإعاقة على أساس نوع الإعاقة أو شدتها أيضا تطبيق المقاييس بلغة المفحوص أو طريقة التواصل المناسبة لديه إذا لم يكن هذا الأمر طبعا مستحيلا في المقياس أن يتمتع أو عدم الاكتفاء بتطبيق مقياس واحد لوضع البرنامج التربو الفردي للطلاب ذوي الإعاقة وأيضا أن يقوم بالتشخيص فريق متعدد التخصصات